كل الناس ينفع معاها موضوع زراعة الأسنان؟ لا طبعا مش كل الناس ينفع معاها موضوع زراعة الأسنان مين بالي ينفع معاها؟ أنا علشان أعمل زراعة أسنان وأعمل جراحة لازم المريض بتاعي تكون صحيته كويسة صحيته كويسة بمعنى إيه؟ ما عندوش أمراض تمنع أن أنا أعمل جراحة خدتي بالك وبعدين أنا عندي عنصرين عندي جراحة وعندي عظمها يلتحم لازم يبقى عظم سليم الجراحة لازم العيان يكون مهيئة أن أنا أعمله جراحة أن أنا أفتح وخيط يعني مثلا ما يكونش مريض سكر السكر بتاعه عالي قوي وهو مش دريان أروح أنا أعمله زراعة أسنان لا ده لازم أضبط السكر وأضبط حالته الصحية مريض مثلا واخد إشعاع في مكان الزرع المريض اللي واخد إشعاع في مكان الزرع كان عنده ورم أو أي حاجة في المنطقة دية ما أقدرش أزرع له لأن الإشعاع ده بيموت لي خلايا العظم اللي موجودة جوه العظم اللي هي بتمسك المادة دي فلا يمكن هيلحم مريض مثلا عنده كانسر وبياخد كيموسيرابي مش هقدر كمان ما نقدرش نعمله زراعة أسنان مش مهيئة يعني صحيا مش مهيئة لأن الكيموسيرابي بيموت كل الخلايا المريض مثلا اللي عنده فشل كلاوي المريض اللي عنده سيولة إنما في عندي حالات معينة صحيا لو زبطتها أقدر أدخل أعمل الجراحة أو أعمل الزرع إنما عندنا إحنا في عندنا حاجات بنسميها Absolute Contra Indication وRelative Absolute يعني مستحيل أجي جنبك ما ليش جعوى بيك روح تشوف سكة تانية الRelative اللي أقدر أصلحه أو أزبطه وأدخل زي السكر يعني لو واحد حالته الصحية محتاجة شوية تصبيت ينفع يتعمله عملية زراعة أسنان وخصوصا كمان بالنسبة للموضوع دوت علشان نقولي الحالات اللي تنفع السن مالوش علاقة بزراعة الأسنان بس هو من سن الكام مثلا؟ من بعد 18 سنة مع النمو الكامل للفكين يعني انتهاء النمو يعني ما جيش الواحد عنده 14 سنة ولسه بيان موشه أو عظام الفك بتاعته لسه ما كملتش وبتدي أزرع لأنه هو إيه العظم في الوقت ده بيتحرك فالزراعة تتحرك مع العظم فتغير بكانها دي مشكلة آه عشان كده بيقول وقت النمو النهائي الشكل النهائي للعظم يعني لو حد عنده مثلا مشكلة تشوف الفكين أو كذا وعايز يعمل عملية مثلا يصلح ده ما ينفعش نعمل عملية زراعة أسنان إلا لما نعمل عملية تشوهات الفكين دي صح كده؟ لا هو ما فيش علاقة بين ده وبين ده احنا بنقول أنهي سن مناسب للزراعة مش قبل 18 سنة وتكون الفكين وبعد كده مفتوح تمام 80 سنة واحده 80 سنة ومهيأ أعمل ترجمة نانسي قنقر